أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة استخدام الميكانة والوسائل العملية الحديثة لزيادة انتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية المختلفة ودعا الرئيس السيسي لاستخدام مياه الصرف الصحي في عدد من الزراعات مثل الججوبة في الأراضي الجديدة المستصلحة لمواجهة أي نقص محتم في المياه والاستفادة من القيمة المضافة لتلك الزراعات الصرف الصحي طب احنا كل مية الصرف الصحي اللي ما بيستخدمش الزراعات عليها الججوبة انا بكلم نفسي انا لأ طب لأ ليه هي في النهاية المشاريع دي لما هتطلع وتطلع الانتاج بتاعها وتتاخد البذور بتاعت الججوبة ديت مش هتستخدم كوقوت حيوة اللي عالم عايزها وإحنا عايزينها طب هتشغل الناس أيه عوايدها هتبقى مناسبة أيه طب ما نعمل بقى ما نتديش فرصة أبدا أن احنا يكون عندنا مية صرف صحي تكون موجودة إلا ما نحط عليها جمي منها إن أمكن عدد من الأفدانات تطلع الججوبة ديت على مية هي أساسا صلحة لها صلحة لها وما فيش اللي هي بتستخدم في اللي بتتأكل ولا حاجة دي بتتعسر تبازت وقود يعني فما فيش فيها مشكلة ترجمة نانسي قنقر